السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلِّ اللهم وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم شهدي الأكارم أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم ومع برنامجكم خطباء المستقبل واليوم بفضل الله تبارك وتعالى حلقة جديدة معنا فيها قمرين ما شاء الله لا قوة إلا بالله خطباء بفضل الله مفوهون وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجري على ألسنتهم الحكمة إنه ولي ذلك ومولاه شهدي الأكارم تعالوا بنا في بداية هذا اللقاء نتعرف عليهم ونرحب بهم معي ومعكم النموذج الأول أن شاء الله وربنا يبارك فيه يا رب بعد غياب طال أكتر من عشر سنوات ابننا عبد الرحمن محمد متولي أهلاً وسهلاً ومرحباً بك عبد الرحمن ونورتنا وشرفتنا من عشر سنين أو أكتر افتقدناي والآن إن شاء الله يعني قولي خريج إيه وعملت إيه في خلال الفترة اللي فاتني أنا الحمد لله خريج أصول دين القاهرة نفعة 2018 أول الدفعة الحمد لله قسم التفسير وعلوم القرآن وخلصت الدراسات العليا والماجستير وإن شاء الله بعد أسبوعين أو أسبوع وحناقش إن شاء الله رسالة الماجستير ما إن شاء الله بعد أسبوعين نناقش رسالة الماجستير إن شاء الله إن شاء الله نورتنا وشرفتنا وبرك الله فيك أكرمك الله الله يرضى عنك أمونا وأما النموذج الثاني إن شاء الله غني عن التعريف ابننا محمود فايز ربنا يبارك فيه ويجعلهم الفائزين دنيا وآخرة قلوا أمين قل يا محمود أمين أمين ربنا يا عزك آهلاً وسلام ورحمة لكم أهلاً بعضك أشك وشرفتنا ونورتنا وابتسامتك اللي بتفريق شويشتك دي إن شاء الله ربنا يبارك فيكم وإحفاظكم شهر الأكارم كما عودت حضراتكم في كل لقاء بنتحدث عما قاله علماء التربية حلقة اليوم إن شاء الله رقم 32 تحت عنوان تربية الأولاد في الإسلام قلنا إن الأولاد البنين والبنات مسؤولية الأباء والأمهات الأول ثم مسؤولية المعلمين ثم مسؤولية كل من تحت يديه أولاد صغار يعلمهم وينشئهم فهي أمانة وسنسأل عنها يوم القيامة فأعد من الآن إجابة للسؤال ووالله لا أكون مبالغاً لو قلت لك وقتها أو يومها يعني يوم أن تعرض بين يدي الله لا تعرف للسؤال إجابة ولا للإجابة سؤالاً من هول الموقف وشدته فاستعد من الآن وربي أولادك التربية الصحيحة الإسلامية التي هي حملك الله إياها أمانة وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل راعي مسؤول عن رعيته فأولادك إنت المسؤول الأول عنهم وستسأل بين هدي الله علمت شيئاً من القرآن علمته حديث النبي عليه الصلاة والسلام ولا اهتمامك بجانب على حساب جانب آخر يعني أعجب أشد العجب من أناس يربون أولادهم أو الله في مدرس لغات مدرس أجنبية والقرآن بالنسبة له حاجة هامشية خالص يعني يدوب الولد يقول الفتحة أو الإخلاص ويمكن كمان يغلط فيهم طب إيه السبب؟ السبب أنه دخلوا مدرس أجنبي علشان يتفوق في هذا المجال طب والدين والقرآن والسنة وحديث النبي عليه الصلاة والسلام ده أنت يوم القيامة لو علمت ابنك القرآن ينادى عليك في وسط الخلائق تعالى البس التاج على رؤوس الأشهاد تقول بتاعي يا رب يقول علشان حفظت ابنك القرآن وعلمت كلام النبي عليه الصلاة والسلام مش علمت اللغات لا إلى جانب اللغات اهتم بالقرآن الله يبرك فيك أصل حق الطفل عليك إنك تعلمه شيئا من القرآن وإنك تعلمه هذه النبي عليه الصلاة والسلام طيب النهاردة معايا نقطة أرى من وجهة نظر المتواضعة أنها في غاية الأهمية لنرب الأبناء عليها وأن ننشئهم التنشئة الإسلامية بتقول إيه النقطة دي وعلماءنا اللي هم علماء التربية أجروا الأبحاث والدرسات عليها فوجدوا وأن الولد اللي يتربى عليها تب يطر النقطة بتقول إيه الأول وبعد كده نوضح النقطة بتقول إن شاء الله اربط طفلك بالله وبالرسول وبالثواب الأخروي وبالثواب الأخروي فإذا فعل ابنك شيئا يحبه الله فقل له هذا شيئ يحبه الله وإذا فعل شيئا مكروها فقل له هذا شيئ لا يحبه الله مش تكتفي بإنك تقول له لا دعيم هذا خطأ هو كفى لا أبدا المسألة مش كده وناس كتير أوي من الناس يعلمون أولادهم لا يبني دعيم يبني هذا خطأ بس وانت بتقول له كده واس ولا تعرفوا إن هذا شيئ يحبه الله تبارك وتعالى فاحرص على أن تفعله وأمر غيرك به واسبت على ما أنت عليه من حب الله ورسوله والقرب منه وتنفيذ جميع أوامره أو ما استطعت من أوامر الله ورسوله أن تنفذ وإن فعل شيئا مكروها أو يكرهه الله أعرفوا إن هذا خطأ لا يحبه الله ولا يرضاه ومن هنا هيبتعد عنه إنما إيه اللي انت عملته له يا ابني كتير أوي من الناس بيقول كده إيه اللي انت بتعمله له يا ابني أو إيه دا يا بنتي الأولاد الصغار اللي هم دون الحلم صغار لم يجري عليهم القدم واجبنا إن إحنا نعلمهم الأباء والأمهات وكذلك المعلمين هذا شيء يحبه الله فاسبت على ما أنت عليه وأكثر منه ومنزلتك عند الله بقدر حبك لله وإقبالك عليه مش الهرب منه إذا خاف الإنسان من شيء هرب منه لكن إن خاف من الله هرب إليه فإحرص على إنك تاخد بإيد ابنك بابتسامة وكلمة حلوة وطيبة وقول له هذا شيء يحبه الله فاسبت يا ابني عليه وأكثر منه إن شاء الله وإن فعل شيئا مكروها فقل له هذا شيء لا يحبه الله بل يبغضه الله مش تقول له عيب كثير من الناس اللي مش عارف بيقول كده بقول له عيب يا ابني ده عيب يا ابني ده عيب يا ابني وتقول ألف مرة بردو ما عملتش حاجة لأنك ما قلتش مرة إلى جانب الألف مرة اللي أنت نهيته عنها اعمل كذا لا أنت بتقول ما تعملش كذا ما تعملش كذا طب ما تقول له اعمل كذا يعني اذكر الصواب وعلمه الصواب من القضاء إن فعلت ذلك أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في أولادكم وأن يحفظهم بحفظه وأن يعلمهم إن شاء الله وأن يربهم فإننا والله لا نحسن التربية مشاهداء الأكارم تعالوا بنا إن شاء الله على جنح السرعة نستمع إلى النموذج الأول اللي شرفنا ونورنا في هذه الحلقة ابننا عبد الرحمن محمد متولي تكلمنا عن إيه عبد الرحمن الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين دايما موضيع جميلة وحلوة زيادة فضلك الحمد لله ذي الفضل والإحسان والكرم والامتنان استفى نبينا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم على جميع بني الإنسان وأدبه فأحسن تأديبه فكان خلقه القرآن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العظيم العلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من صلى وصام وتعبد وقام ووقف بالمشاعر وطاف بالبيت الحرام ثم أما بعد أحبة في الله الحمد لله رب العالمين يقول أبي بن كعب رضي الله عنه أرضا كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما في المسجد فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبي ألا أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها قال بلى يا رسول الله يقول قلت بلى يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم إني أخبرك إياها قبل أن أخرج من المسجد يقول أبي رضي الله عنه أرضا فلما كاد رسول الله أهم أن يخرج من المسجد قلت يا رسول الله إنك أخبرتني أنك ستعلمني سورة لم ينزل في القرآن ولا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثلها يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم اسمع الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني سبع آيات مثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته الحمد لله رب العالمين قال العلامة ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى سميت بالسبع المثاني لأنها تثنى يعني تكرر في كل صلاة سميت بالسبع المثاني لأنها يثنى بها على الله سميت بالسبع المثاني لأنها مستثنى لهذه الأمة المحمدية أول مشهد في القرآن يبدأ بالحمد يا سادة الحمد لله رب العالمين وسألت نفسي لما قال الله عز وجل الحمد لله ولم يقل مثلا أحمد الله بالفعل المضارع وإنما قال الحمد لله جملة اسمية لأن الجملة الاسمية تفيد الثبوت والدوام أما إذا قال أحمد الله جملة فعلية فعل مضارع تفيد التجدد والاستمرار في تجدد يعني أحمد الله يكون معناها أنني أحمد الله عز وجل ثم أتوقف قليلا عن الحمد ثم أجدد الحمد مرة أخرى تجدد واستمرار أما الجملة الاسمية كانت أبلغ ولهذا قال الله عز وجل الحمد لله جملة اسمية تفيد الثبوت والدوام فأنا ثابت على الحمد دائم حمد لا ينقطع وسألت نفسي لما قال الله عز وجل الحمد لله ولم يقل مثلا المدح لله لماذا؟ لأن المدح عبارة عن ثناء فقط مجردا من المحبة أما الحمد ثناء مدح مع محبة ولهذا نرى قديما بعض الشعراء يذهب إلى أحد الملوك يمدح هذا الملك ويذم أعداءه في اليوم التالي يذهب إلى هذا العدو فيمدح هذا العدو ويذم ذاك الملك الذي كان يمدحه أمس لماذا؟ لأن هذا مدح لا يسمى حمدا أبدا إذ أنه ثناء فقط خال من المحبة أما حمد الله تعالى ثناء ومدح مع محبة الحمد لله بالألف واللام التي تفيد الاستغراق والشمول لأن أول مشهد في القرآن يبلور لحضراتكم أن كل الحمد وجل الحمد شمولا كاملا من كل الخلائق لله وحده لا شريك له الحمد لله رب العالمين علمت الملائكة في السماء مكانة الحمد فانشغلت به تخيل هم الملائكة قال الله عز وجل في القرآن في آخر سورة الزمر وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم الأنبياء عليهم صلوات الله تعالى نوح عليه السلام قال الله عز وجل في شأنه فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله إبراهيم عليه السلام قال الله عز وجل على لسانه الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء داود وسليمان قال الله ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وسيدك النبي صلى الله عليه وسلم يأمره ربه بالحمد قل الحمد لله وسلام وسلام على عباده الذين اصطفى حتى يمؤمن أهل الجنة في جنتهم يحمدون الله عز وجل وقال الحمد لله الذي أذهب عن الحزن طيب اسمع كده في سورة يونس دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين يخضي الله عز وجل بين الخلائق يدخل أهل الجنة جنتهم وأهل النار النار فيناد الله عز وجل وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين في حديث مسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمع الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان بدأت أفكر ما حجم هذا الميزان الذي كلمة الحمد لله تملأه فوجدت حديثا آخر لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رسول الله يوضع الميزان فلو وضعت فيه السماوات والأرض لواسعها تكبر جدا ذكر في الأثر أن داود عليه السلام لما رأى الميزان أغشي عليه فلما أفاق قال ربي ومن يملأ هذا من يقدر يملده إن ملايين السنين عبادة لله عز وجل تجعلك لا تستطيع أن تملأ هذا الميزان أبد ولو تأملت العلماء يقولون إن عدد نجوم السماء أكثر من عدد حبات الرمال على كوكب الأرض تخيل الشمس نجم متوسط الحجم يعني هناك من النجوم من هو أكبر منه حجم الشمس أد الأرض مليون مرة يعني الشمس تبلع مليون أرض تخيل كل هذا وكل هذه الأجرام السماوية والكواكب في مجرة واحدة اللي إحنا فيها اللي هي مجرة ضرب التبانة فما بالك ببقية المجرات ما بالك بالأفلاك والأكوان كل هذا في السماء الأولى ما بالك بالثانية والثالثة والرابعة والخميسة والسادسة والسابعة يوضع الميزان فلو وضعت فيه السماوات السبع والأرض لوسعها أمر عجيب جدا سيدنا داود عليه السلام لما تعجب ربي ومن يملأ هذا قال الله عز وجل اسمع إني إن رضيت عن عبدي ملأته ولو بتمرة أرضى بس عن عبدي أملأ له هذا الميزان بدأت أبحث وأقشقش كيف يرضى الله عن العبد فوجدت حديثا ثمينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول إن الله لا يرضى عن العبدي يأكل الأكلة فيحمده عليها تأكل كده وتقول الحمد لله ويشرب الشربة فيحمده عليها فأصبحت معادلة سهلة يسيرة ميسورة أن تأكل أو تشرب فتحمد الله فإذا حمدت الله رضي الله عنك فإذا رضي الله عنك ملأ لك الميزان الله أكبر وخل بالحضرتك أن تألف النعمة هذه مصيبة كبيرة كل يوم بتحرك إيدك وبتمسك بها الأشياء نسيت أصلا أنها نعمة كل يوم تتحرك بهذه القدم يمينا ويسارا نسيت أصلا أنها نعمة إذا طلبت الماء في أي وقت وجدته وشربته نسيت أصلا أنها نعمة إلفان النعمة يجعلك تنسى أصلا أنها نعمة فتنسى أن تشكر الله عز وجل عليها فيسلب الله عز وجل منك هذه النعمة ابن السماك وائض هارون الرشيد جلس يوما مع هارون الرشيد فطلب هارون الرشيد وكان أمير المؤمنين طلب كوبة من الماء لما أتى كوب الماء قال ابن السماك انتظر أيها الأمير ما تشربش ماذا تدفع أو كم تدفع لو منع عنك هذا الكوب ما لقيتش الميادي خالص مش لقيها تدفعها دي علشان تحصل على هذه الشربة وهذه الرشفة فقال هارون الرشيد أدفع وأدفع وأدفع حتى أدفع نصف ملكي قال شرب أيها الأمير فلما شربها قال أيها الأمير كم تدفع لو حبس هذا الماء بداخلك فلم يخرج تدفع ديه قال أدفع وأدفع وأدفع حتى أدفع نصف ملك الآخر قال أيها الأمير احمد الله على ملك لا يساوي عندك شربة ماء علشان تعرف ان حضرتك غاني اوي غاني ببصرك غاني بيديك برجليك انت عندك ملايين وانت لا تدري رزق معنوي ساقه الله عز وجل اليك فقلها من اعماق 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 قلبك اولي الحمد لله تخيل ان قلب حضرتك بينبض في السنة اتنين واربعين مليون نبضة بمعدل تقريبا مية وخمستاشر الف نبضة في اليوم لو توقف النبض انتهت حياتك لو هتدفع ملايين الدنيا مش هتاخد نفسا واحدا هل حمدت الله عز وجل على هذا القلب الذي ينبض لا يتوقف تتخيل ان مريض الكلا يذهب الى المستشفى يا سادة ينام على ظهره ثمان ساعات يدفع الاف الجنيهات عشان يغسل كليته يوم او يوم لا يعني بيغسل تلاتين مرة كل شهرين يعني في الشهر بيغسل خمستاشر مرة يغسل يوم ويريح يوم ويدفع الاف الجنيهات ويفضل نايم متزنب ثمان ساعات حضرتك الله عز وجل يغسل لك كليتك من غير مطروح لمستشفى ولا تنام على ظهرك ساعات ولا تدفع الاف الجنيهات أبدا يغسل الله عز وجل لك كليتك كل يوم طب كم مرة تخيل معي كده مرة اتنين تلاتة خمسة عشرة عشرين تلاتين ستة وثلاثين مرة في اليوم الواحد تغسل كليتك وأنت ربما تعصي الله ممكن تبقى وايف بالدخن ويغسل لك ربك كليتك يبقى وايف على نصية الشارع تعاكس البنات وتغازلهم وربك يغسل لك كليتك في خارجة في الشارع متبرجة تسدل شعرك على صدرك والناس ينظرون إليك بلا حياء ولا أدب ولا عفاف وفي اللحظة ديه ربك يغسل لك كليتك لتعلموا أفضال الله عز وجل علينا وتعلموا منا الله تبارك وتعالى على عبادي وأختي ببادي القصة أخ اتصل بأخوه بيطمئن عليه انت عامل إيه قال له الحالة زفت قال له يا أخي قول الحمد لله عندك بيت وعندك أولاد غيرك نفسه وربنا لم يعطيه وعندك سيارة بتتحرك بيها مطرح من تعايز قول الحمد لله قال له أحمده عليه كحال كثير من الناس يسخط على نعم الله عز وجل يقول له زي ما قلت لحضرتك انت لو ما حمدتش الله عز وجل على النعم دي تكاد أن تسلب منك وممكن واحد دلوقتي فيلسوفي يقول لي طب ما فيه ناس عاصية لله وعمرهم محمد الله تعالى ورغم كده ربنا سايب النعم وعربيات وملايين وفلوس ونعم من الله عليهم مغدقة إزاي بقى بتقولي الكلام ده ما انت ما تعرفش ان احنا في أكتار الصباح والمساء بنقول اللهم ما بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يعني انت مش عارف ان ربنا سخر أناسا صالحين يحمدون الله تعالى على النعم التي نزلت بهم وعلى النعم التي نزلت بغيرهم من هؤلاء الغافلين الذين لم يحمدوا الله تعالى فربنا من رحمته سخر ليك ناس تنين يحمدوا ربنا عن نعم اللي جات لك انت ايها الغافل ده من نعم ربنا يقول له احمد الله قال له احمده على ايه وقفل السكة في وشه نزل ركب سيارته وبتحرك بالسيارة بدون مقابل وبدون اي شيء يشاء الله عز وجل بكون فيكون تنقلب السيارة زجاج السيارة دخل في عينه نقل على جناح السرعة الى المستشفى اخو علم الخبر ذهب اليه مهرولا دخل الاطباء قالوا له حالة اخوك مزرية وضع صعب جدا زجاج السيارة دخل في عينه واخرجنا من عينه حصايات من الزجاج كالتي يرجم بها ابليس لاصبح لا يرى يسمع قليلا جدا ويتكلم قليلا جدا ترك الله تعالى له منفثا بسيطا ليتحدث علشان اخو يدخل عليه ويحتضن اخي انت عامل دلوقتي اخبارك ايه صحتك ايه يقول الحمد لله لما حمدت الله الان رأيت الموت بعيني فان لم تحمد الله عز وجل بكامل اختيارك ومن اعماق قلبك اذا بالله عز وجل يجبرك على ان تحمده فالحمد لله عز وجل عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك عبد الرحمن اللقاء ممتع وجميل فالحمد لله على كل النعم الحمد لله نعود الى ابننا محمود فايز ان شاء الله تحدثنا عن ماذا ان الانسان لربه لكنود ان الانسان لربه لكنود جميل جميل الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان سيدنا محمد عبده ورسوله امام الغر الميامين اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من صار على دربه وقتفى أثره واستنى بسنته الى يوم الدين اما بعد ايها الاكارم في صورة العاديات وبعد ان اقسم الله تعالى بخمسة اقسام متوالية بيّن ربنا سبحانه طبعا من الطباع التي جبل عليها الانسان ألا وهو إن الإنسان لربه لكنود قال الحسن البصري رحمه الله الكنود هو الذي يعدد المصائب وينسى النعم الكنود هو الذي تنسيه سيئة واحدة حسنات كثيرة فتأمل كم هم الذين ينطبق عليهم هذا الوصف في هذه الأيام يظل العبد يتقلب في نعم الله تعالى بين رزق يكفيه وعافية في بدنه وصحة في أهله زوجة صالحة تعينه أولاد صالحين بارين به حتى إذا زالت عنه نقمة نعمة أو نزلت به نقمة تذكره بالله وبأن هذه الدنيا إلى زوال وتأخذ بقلبه إلى الله والدار الآخرة نسي ما كان فيه من نعم وتسخط على أقدار الله بل وقد يصل به الأمر إلى أن يعاتب خالقه ومولاه أيها الأفاضل يا ترى ما هي الأسباب التي تجعل الإنسان كنودا؟ من هذه الأسباب أن ينظر العبد إلى ما ينقصه ولا ينظر إلى ما يحوزه ويملكه نعم كثيرة أغدقها الله علينا في هذه الحياة لا نشعر بقيمتها ولا نستمتع بها ونقضي سنوات أعمارنا كلها نبحث عن النعم المفقودة التي ربما لا تصلح لنا ربما يكون بها فساد دنيانا وضياع أخرانا نبحث عما لم يقدره الله لنا ومنعه عنا لحكمة لا نعلمها وتذكر دائما والله يعلم وأنتم لا تعلمون أحد الصالحين كان أقرع الرأس أبرص البدن أعمى العينين مشلول اليدين والقدمين وكان دائما ما يقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا ممن خلق وفضلني تفضيلا فمر به رجل ذات يوم وهو يحمد الله بهذه الكلمات الرائعة فقال له مما عفاك أقرع وأبرص وأعمى ومشلول فمما عفاك فقال له ويحك يا رجل جعل لي لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا هذه مستويات عليا ونحن نتمرغ في نعم ربنا وخير ربنا جل جلاله ليل نهار فهل ترانا شكرنا نعمة واحدة من تلك النعم سبحانك ربنا ما شكرناك حق شكرك ومما يزيد من كون الإنسان كنودا النظر إلى ما في أيدي الآخرين لما طلب موسى عليه السلام رؤية ربه عز وجل وكلكم يعرف القصة في نهايتها بعد أن أفاق موسى عليه السلام قال له ربه يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين هذه قاعدة يجب أن نسير عليها جميعا في حياتنا هذه وصية ربنا لكليمه موسى عليه السلام فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين الله جل جلاله وهبك أشياء كثيرة وأبعدك عن أشياء ومنع عنك أشياء أخرى فخذ ما آتاك الله خذ ما وهبك وأعطاك الله واحمد الله واشكره على ذلك ولا تنظر إلى تلك التي منعت فأنت لا تدري أين الخير قلت لك والله يعلم أنت لا تعلم يريد الكثيرون الاستزادة من نعيمها أكثر مما يطيقون ولذلك كثرت القروض وعمى الاقتراض وانتشر البلاء لماذا؟ لأن كل واحد ينظر إلى ما في يد غيره أيها الأفاضل إن الإنسان لربه لكنود هذه الآية تسلية للمسلم في دنيا الناس من الأمور التي تسبب الكثير من المشاكل النفسية عند البعض إلا عشم لمش في محله فكم من الصدمات التي يتعرض لها البعض بسبب عدم وفاء الناس معه تقدم له خدمات كثيرة وعند أول أمر تحتاجه فيه اتركك وانصرف أقول نصنع ذلك مع ربنا وخالقنا وهو سبحانه لا يحتاج منا شيئا بل هو الصمد الذي يحتاج إليه كل المخلوقين وهو سبحانه لا يحتاج إلى أحد ولا يريد منا شيئا ومع ذلك يجحد العبد نعمه مع أول بلاء ينزل به فإذا كان هذا صنيع العبد مع ربه الذي خلقه وأوجده وأمده وأطعمه وسقاه وأغناه وكساه وكفاه وآواه إذا كان هذا صنيعه مع ربه سبحانه فكيف يكون صنيعه مع عبد مثله فلا تثق إلا في ربك ولا ترجو إلا ربك ولا تطلب إلا من ربك ولا تعتمد إلا على ربك فدعك من البشر وتوجه في كل حالاتك إلى رب البشر جل جلاله تقرأ في صلاتك كل يوم تقرأ مرات ومرات إياك نعبد وإياك نستعين أي منك وحدك يا ربنا نطلب المعونة في كل أمورنا وحياتنا مليئة بالمحن والمتاعب إن صفت يوما كدرت أياما إن ضحكت ساعة أبكت أياما فهي لا تدوم على حال سرور وحزن اجتماع وفرقة عسر ويسر سقم وعافية الكل مبتلى الكل مصاب ولا يرفع البلاء إلا رب الأرض والسماء لا يكشف الكرب إلا عالم الغيب قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم من نزلت به فاقة أي فقر أو حاجة من منا ليس عنده حاجة من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله يوشك الله له برزق عاجل أو آجل وفقط يحتاج أن ينزل تلك الحاجة تلك المسألة بمن هو أهلها سبحانه وتعالى فالناس ليست أهلا للحاجات ولا للمسائل أنت بيبع عندك مشكلة وبتروح تحكي وتفتفض مع حد من صحابك بعد ما ينتهي الحوار يا أخي والله الله يعينك على اللي أنت فيه الله يعينك على اللي أنت فيه والله والله أنت حياتك صعبة طيب ما تختصر الطريق من الأول وعلى الله على طول هو اللي حيعينك قوم اتوضى صلي ركعتين وحكيله وشكيله وفتفضله هو أنت ليك غيره ذكر الذهبي في السير وابن كثير في البداية والنهاية أن هشام بن عبد الملك دخل الكعبة يوما فإذا هو بسالم ابن عبد الله بن عمر فقال له يا سالم سلني حاجة مش عاوز أي حاجة فقال له سالم إني أستحيي من الله أن أسأل في بيته غيره يا سلام هؤلاء رجال عرفوا ربهم علموا قدر ربهم جل جلاله فلم يسألوا غيره سبحانه إني أستحيي من الله أن أسأل في بيته غيره فلما خرجاه قال له هشام الآن فسألني حاجة فقال له سالم من حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة قال بل من حوائج الدنيا قال أما إني لم أسأل الدنيا من يملكها فكيف أسألها من لا يملكها نسأل الله سبحانه أن يبصرنا بالدنيا وأن يعرفنا قدرها وأن يرزقنا حسن الأدب مع ربنا جل جلاله إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم أحسنت يا محمود ربنا يبارك فيك وإحفظك بسم الله ما شاء الله حقيقة أنك نورتونا وشرفتونا وأسعدتونا وأسلقت الصدور فأسأل الله تورك وتعالى أن أجعل هذه الخطوات في ميزان أعمالكم إن شاء الله وجئنا إلى نهاية هذه الحلقة وإن شاء الله أعدكم بحلقة مقبلة بإذن الله شاهدين الأكارم انتهى وقت حلقتنا فإلى أن ألقاكم إن شاء الله في اللقاء المقبل أترككم في رعاية الله وأمنه وأستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته